سلام عليكم ازايكم يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل رز بلبن بالكريم كراميل تحفة جدا وكريمي وسهل وبسيط اتمنى الطريقة اتجابكم وتجربوها معي نص كباية من الرز سلقته في شوية من الميا لحد ما شرب ميته واستوى بحط عليهم 3 كبايات من اللبن ومعلقتين كبار من القشطة بحط عليهم السكر طبعا بيكون حسب الرغبة انا حطيت 3 معلقة كبار من السكر ومعلقة صغيرة من النشا وباكو كريم الكراميل اول حاجة بعملها بجيب اللبن بحط عليه السكر والنشا مش بزود النشا لان الكريم كراميل فيه نشا يعتبر هحط بس البودرة بتاعته وهحط معلقتين القشطة هقلبهم كويس قوي على البارد لازم يتقلب كويس عشان النشا تدوب بعدين هضيفها للرز اللي انا سلقاه وبقلبه معي كويس بعدين هرفعه على النار هستمر في التقليب لحد ما القوام يتقل ويغلي معي كده هو قرب هو كده بيغلي هو كده خلاص استوى باطفي عليه النار بسيبه بس يهدى حاجة بسيطة وبحطه في الاطباق او الكاسات هو ده كده بيكون قوامه لكن لما بيتقل لما بيستيبي شوية بيتقل هو الكريم كراميل كده هحط كل الكمية بتاعتي في الاطباق عملوا معي خمس اطباق اطباق وسط حلو جدا من النص كوبية نص كوبية الروز بعدين هجيب كيس الكراميل اللي هو اللي انا سبته على جنب هبدأ ان انا ازوق به كده في قول ويش بس لازم تسيب الروز يهدى شوية انا سبته يبرد شوية عشان ابدأ احط عليه الكراميل كريمي جدا ومتحفة اتمنى بجد تجربوها مش هتندموا طعم متحفة جدا وحلو قوي والفهنة لكل اللي يجربوا ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وما تنسوش اللايك اسيبكم في رعاية الله سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة